السلام عليكم نكمل محاضرات مبادئ الأسس الكهربائية وناخذ من اسمه قانون مقسم الفولتية يختص بحساب الفولتية عكس التيار بالضبط مختص بحساب التيار أو التيارات الفرعية الفولتج هو للفولتيات الفرعية بالفولتج ديفايد الرول ألاحظ مصدر الفولتية تكون مقاومات مربوطة على التوالي عكس الكارنت الكارنت تكون على التوازي الفولتج مقاومات مربوطة على التوالي ألاحظ بالمثال طالب من عنديه أنه أحسب لي الفي وان والفي تو والفي ثري الفي وان هي الفولتية على المقاومة الأولى والفي تو هي الفولتية على المقاومة الثانية والفي ثري هي الفولتية على المقاومة الثالثة طبعا هنا أنا ينطيني المصدر قيمة المصدر نطينيها ال V total هي 24 فولت لأنه لو ماكو ما راح أقدر أحسب بالفولتية هسا أول خطوة يريد من عندي هي ال V1 شلون أحسبها ال V1 هي الفولتية الكلية الفولتية الكلية V total في المقاومة اللي أريد أحسب عليها الفولتية V1 منه اللي بيها يا مقاومة R1 يعني المقاومة اللي أحسب عليها الفولتية هي R1 على مجموع المقاومات الباقي كلهم اللي هي R1 زائد R2 زائد R3 أو أشوف اش قد ينطيني مقاومات كلهم أجمعهم تعويض مباشر على القانون V total هي 24 في R1 قيمتها 2 أوم على أقدر أجمعهم مباشرة يعني أنزل الرقم بدل ما أكتبه 2 و 4 و 6 2 زائد 4 زائد 6 أو أعتبرها R total لأن هي مقاومات مربوطة على التوالي أوكي ف 24 في 2 و 4 و 6 6 و 4 و 10 و 2 هي 12 هسه أختصر على 12 بيها 1 على 12 بيها 2 في 2 هي 4 فولت هذي منه الأربعة فولت هذي V1 الـ V2 من نفس الطريقة بالضبط طبعاً فولتج دفايد الرول هو عكس الكارنت الكارنت بالبسط شنة أخلي المقاومة اللي ما أريد أقيس بيها الفولتج لا بالعكس رح أعوض مباشرة الفولت هي الكلية اللي هي 24 في المقاومة اللي ريد أنقيس بيها أنا مؤارد الـ V2 يعني المقاومة اللي رح أقيس بيها منه الـ R1 صور الـ R2 R2 اللي قيمتها 4 4 على أقول مباشرة R total اللي هي 12 أو عادي أرجع أكتب يعني 2 زاد 4 زاد 6 هعوضها مباشرة مباشرة اللي هي 12 اللي هي الـ R total مجموعة المقاومات بس يفضل أنه كل خطوة أرجع أكتب القانون وأعوض خطوة خطوة على 12 بيها 1 على 12 بيها 2 2 في 4 رح تطلع الـ V2 2 في 4 هي 8 فولت 8 فولت هذي هي الـ V2 V3 نفس الشي الفولتية الكلية الـ V total 24 المقاومة اللي رح أريد أن نقيس عليها منه هي الـ R3 شقد قيمتها 6 أوم مجموعة المقاومات كلهم R1 و R2 و R3 شقد هو 12 2 زاد 4 زاد 6 على 12 بيها 1 على 12 بيها 2 2 في 6 V3 2 في 6 هي 12 12 بيها 2 في 6 12 بيها 1 وهذا هو الـ V2 حتى أتأكد أكثر الفولتية الكلية شقدنا نطينيها 24 لو أجمعهم 8 و 4 و 12 و 12 هم أيضا رح ينطيني الـ 24 بيها 1 هذا كل ما يتعلق بالـ V2 أكو بعد مثال أشرحها بغير فيديو حتى ليصر الفيديو طويل يعني شوية بفكرة ترجمة نانسي قنقر